ندعب بالتشكيل الأول أبرز البيئات طيب طبعا النادي الأهلي الغيابات اللي تمت أكيدها خلاص أشرف داري المغربي هو لسه ما شاركش بشكل رسمي مع نادي الأهلي ولكن طبعا كان فيه طموحات يكون موجود خلال الفترة اللي جاية وأن أشرف داري جاي لعب دولي في المنتخل المغرب فطبعا أنت جاي بلعب تقيل جدا جدا تقدر تدخله عطول في جو المماريات لكن طبعا سوق الحظ أنه أتصاب في معسكر المنتخل المغرب في توقف الدولي في شهر 9 ومن ساعة الإصابة تلتويا الكحل دي كان رجع شوية واتمرنه لا بماتش ودي مع نادي الأهلي لكن ببقى أشعر ببعض الألام فكولر رفض تماما المغامرة به وأنه حتى ياخد مسكنات وينزل فقال لا أهل أنه طبعا عارف أنه اللي جاي غايله فيه لسه فيه منفصلات قوية جاية كتير زي أبرزها العين الإماراتي ومتلات اللي جاي مباراة جبيرة جدا جدا فقال مش هغامر به وألاقي اللاعب بدأ ما هرجع لقريب يقعد فترة أطول نفس الكلام خلال عبد الفتاح برضو مش هكون متاح في هذه المباراة بقية الغيابات قديمة زي عليه معلوم مش في القيمة وكلام ده كله لكن خلاص هو الأهلي حاليا يعني ماشي بالطبقة الموجودة أو اللاعبة الموجودة بس في خبر مهم برجوع وسام أبو علي للتشكيل الأساسية سامو علي وعمر كمال وعمر كان اشتكب بعض الحاجات وكان رامي ربيعة في ماتش اللي فات فنسكت قال أنا أن الغيابات تكتر طبعا في الظل كمان أن الكهرباء عاد إلى القاهرة فالأوبشنز أو الخيارات ما بقيتش كتير قوي قدام كولر خصوصا في بعض الملاكز فهتحس أن التشكيل الأهلي ممكن تتوقعه سهولة وفقا أن الغيابات بتكبر المدرب على بعض الحاجات ولكن ممكن يكون في بعض المفاجئات أن كولر التلات يام اللي فاته أعمال يدرس في نادي الزمالك ليه؟ لأن جوزي جوميز بيعرف في لعب كولر كواس جدا بيعرف في لعب ويقفل على مفاتيح لعب النادي الأهلي فهتفوق حتى لو مش بتفوق في الفرص ولكن بتفوق في الأداء بيحرم الأهلي من الكورة الأهلي بعشة لعب كورة قدام نادي الزمالك في ظل طبعا قيادة جوزي جوميز فده قاعد يعني كولر التلات يام دول بيفكر إزاي يكسر الرتم اللي هو بيفرده عليه جوميز في كل مرة وده اللي ممكن يبقى خلي فيه بعض المفاجئات يعني فيه كلام إنه وارد جدا يبقى فيه صنعية في نص ملعب قفشة أو أمام عشور وطبعا دي هاتي المفاجئة من إعلار تقيل إنه تحط إتنين لعيبة كان عندهم صفات صنع الألعاب عشان خاطر عاوز يحافظ على كورة أو يحتفظ بكورة في وسط الملعب ودي الرهان اللي على الفكرة بيعمله جوميز إنه هو بلعب ناصر ماهر مع ضالة سعيد ناس كتير قالت لك ده مستحيل ينجح لأن إتنين دول دفاعيا مش أقوية ولكن الراجل بقى له حاجة تانية إن الكورة الأمعاية مدام الكورة معاية فأنا حرمت المنافس منها فيه برضو تفكير تاني مهم جدا إن أكرم تفيق ربما يبدأ في الجانب اليمين لأن الناس زمالك متفوق في الناحية الشمال اللي ممكن بين تايك في مطش السوبر تحديل الأفريقي عمل أداء قوي جدا جدا لا ما فيش في اليادي حيلة يعني لا ما هو فيه عمر كمال عمر كمال متصاب لا عمر كمال كمال مصاب بس هو في دين نوات مرة آخر تمرين بارح فربما يكون موجود وممتاح فممكن يكون متاح بس خليك من حاجة بقى إن المباراة دي لو فيها تعادل هتوصل 120 ديئة فالمدرد ببالي حسابات أخرى إن ممكن مين أنزله في الأول ممكن نحتاجه بعد كده فخليه ريزير في أو زبور كده على مقادة المدلاء يبقى كار تلعب به في وقت المباراة